موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة جديدة من بصائر نكمل فيها ما بدأنا في التحدث عنه عن الشيخ المربي ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي إذ يقول قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا يسرنا أن السضيفة الداعية الإسلامية السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف ضيف الحلقات الدائم فأهلا وسهلا بكم سيدي إياكم الله ورعاكم سيدي تحدثنا في الحلقة الماضية عن حاجة الأمة إلى وجود شيخ مربي وأن الأمة بدون شيخ مربي أمة قد تضل وقد تضيع سيدي تبادر في ذهني السؤال الأمة اليوم محتاجة إلى شيوخ مربين وهناك من حولها أيضا شيوخ قد يقوموا بدور الهدم ما هو دور الشيوخ المربين في البروز أو إظهار أنفسهم للأمة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يقول ابن عطاء من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه الناس اليوم تحتاج إلى نوع من الشيوخ إذا جلست طالب بين يديه شعر أنه يجلس مجلس هيبة ومجلس بركة ويتأثر بأفعال الشيخ قبل أن يتأثر بأقواله ويكون في مجلسه معه يزداد محبة ورغبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى في علاه فمن لم يقولون من لم يزدك الجلوس معه خوفا من الله ومحبة لله فلا حاجة لك في الجلوس معه فأنه لا يفيدك لا يفيدك بشيء والشيخ هو مثل المرآة المسقولة الصافية لأنك ترى فيه نفسك أي أنك بمجالستك مع هذا الشيخ تدرك عيب نفسك وتصل إلى عيب نفسك وتتمكن بعد ذلك بتربيته وبتوجيهه إلى تطهير نفسك من هذه المعايب ومن هذه الأسواء التي ربما تحملها في نفسك وأهم شيء يحصل عليه الإنسان من مجالسته الشيخ المربي نحن اليوم في حاجة إلى هؤلاء الشيوخ الذين يربوا النفوس للذين يثيرون النفوس ويزعجون النفوس ويدخلونها في مشاكل وفي صراعات وفي نزاعات اليوم لما نتكلم عن النزاعات والصراعات بين الطوائف بين الفرق بين المذاهب بين المدارس بين تلامذة الشيوخ بعضهم بين الأتباع لهذا ولهذا بين أتباع الإعلام والمتأثرين نجد أن المشكلة كلها راجعة إلى أنه ما في تربية ما في تزكية ما عند الإنسان ما عنده قدرة على أن يملك نفسه وكيف الإنسان يصل إلى درجة التي تكلمنا عنها سابقا عن النفس أن يصل إلى درجة أنه يملك نفسه ملك النفس هذا والسيطرة على النفس كما يذكرون المثال النموذج العظيم أن سيدنا الإمام علي لما في المعركة أراد أن يضرب ذلك العدو فبصق في وجهي فأرجع السيف إلى غمده وتركه فقيل له كيف تركته وقد أمكنك الله منه عدو الله قال إني كنت أضربه لله فلما بصق في وجهي خشيت أن يكون ضرب انتقاما لنفسي فكيف دقة التوجيه هنا ودقة التعامل والمحاسبة للنفس إلى هذه الدرجة هذه تربية هؤلاء ناس وصلوا إلى هذا بتربية عظيمة نبوية محمدية وصلوا إلى هذه الدرجة فالإنسان محتاج أن يخرج عن هذا الهوى الذي يأخذ بالإنسان ويرمي به في مهاوية البعد عن الله ولو كان حتى معه علم ولو كان حافظ للقرآن ولو كان يحفظ السنة ولكن ما معه تزكية ربما هواه يودي به إلى بدعة إلى مصيبة إلى تكفير إلى إضرار بمسلم ربما لا يميز بين أن يكون يحب كرسي السلطة أو أنه يريد أن ينفع الناس يقول لك أنا أريد أن أجلس على كرسي السلطة حتى أنفع الإسلام والمسلمين هل أنت بلغت إلى درجة من التزكية بحيث أنك فعلا تضبط نفسك هذا الضبط وتتأكد من نفسك بالتزكية الكاملة أو لازلت بعيد عن هذا المجال الذي لم يتربى على يد الشيوخ لا يتأتى له أن يقوم بالأدوار الحقيقية في الميدان فالمجالسة مع الشيخ تعرف الإنسان هذه الدقائق لكن بشرت الشيوخ أن يكون الشيخ شيخ بهذه المثابة ولذلك إذا كان الشيخ وارثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنه إذا جلست معه تشعر بأنك جالس مع وراثة النبوة مع نور النبوة مع تركة النبوة تتأثر وتتحرك قلبك بمجرد الجلوس معه الصحابة أدبهم الله سبحانه وتعالى آداب عظيمة مع نبيه ما فائدة الأدب مع رسول الله الرسول الله سبحانه وتعالى قل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد طيب لماذا هذا البشر الذي بعثته يا رب وحببته وقربته لماذا نلزم آدابا كثيرة في التعامل معه حتى أن بعض التعاملات معه ربما توصل الإنسان إلى الفردوس وبعض قلة الأدب معه قد توصل الإنسان إلى النار وإلى إحباط العمل وإن كنت مسلم وإن كنت صلي وإن كنت صوم لو رفعت صوتك على رسول الله يحبط عملك الله سبحانه وتعالى نادانا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدم لأن بعض الناس كانوا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يسبقوا يصوم قبله من باب أنهم كانوا أشد حرص يبغوا يكونوا حريصين أكثر فالله سبحانه وتعالى نهاهم وبعدين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أشار إلى معنى عظيم أنه التقدم على حبيبي على رسولي هو سبيلكم في التعرف عليه أنا أرسلته ليدلكم عليه فلما تتقدموا عليه كأنكم تتقدموا عليه ولهذا قال لا تقدموا بين يدي رسول الله بين يدي الله ورسوله فذكر الحق سبحانه وتعالى نفسه في هذا الموضع وهذا من عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالشيخ كذلك لأننا نحن الآن لسنا مع رسول الله في ظاهر حياتنا فكيف نصل إلى هذه الآداب التي من خلالها نصل إلى الأدب مع الله إذا لم أعرف أنا أن أجلس مع شيخ وارث للنبي صلى الله عليه وسلم أتأدب معه كما أتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرفع صوتي عليه لا أجهر له بالصوت كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أعمالكم وأنتم لا تشعرون لهذا لما نزلت هذه الآية صار سيدنا أبو بكر الصديق لما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يسترجعه يقول يعني ما تقول ما يستطيع حتى يرفع صوته سيدنا عمر بن الخطاب لما يشاور النبي النبي يسترجع منه الكلام ثابت بن قيسة سيدنا ثابت هذا الصحابي العظيم الأنصاري غاب يوم يومين ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم يفتقدوا في المسجد فقال من يأتي بخبري ثابت فين ثابت فذهب بعض الصحابة إلى بيته فنادى يا أهل ثابت أين ثابت قالوا له إنه في في مصلاه يصلي ولا يكلم أحدا له ثلاث أيام وهو على هذا لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتكلم مع أحد وهو يبكي فدخل عليه الصحابي سلم عليه فرد عليه السلام قال رسول الله يسأل عنك قال ونزل فيه وحي قال ما نزل شيء قال ما الذي منعك أن رسول الله يسأل عنك يفتقدك قال تعلم أنني جهوري الصوت كان صاحب صوت جهوري كان خطيبا وكان خطيب الأنصار وإن الله سبحانه وتعالى قال لا تجهروا بالقول فأنا أكيد أنه حبط عملي فأنا لي ثلاث أيام أبكي لأنه حبط عملي بسبب أني عالي الصوت كيف أروح إلى المسجد وأنا صوتي عالي يرتفع صوتي فوق صوت رسول الله شف كيف فرجع الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ثابت يقول كذا قال له ارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة الله بشره وأخبره أنه من أهل الجنة هذا أدب كيف الصحابة وصلوا إلى هذا الأدب الرفيع في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى الواحد منهم يجلس بين يديه يرتجف حتى أنهم كانوا لا يستطيعوا أن يحدوا النظر إلى وجهه حتى أنه كان إذا نظر إليهم خفضوا أبصارهم هيبة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا صمط في المجلس يسمطون لا يستطيع أحد أن يكلم من من جانبه كأن كأن على رؤوسهم الطير وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآداب التي عاشها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الشعور بهيبة صاحب الهيبة هذا بين يديهم من خلاله عرفوا الله من خلال الأدب مع النبي عرفوا الأدب مع ربه كيف أنا أكتسب هذا لا يتأتى أن يتمثل لي هذا إلا بهذه الصورة لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فبعث فينا رسوله يعلمنا كيف نتأدم معه ألزمنا الأدب مع رسوله لنخرج عن هواء أنفسنا ونسلم هوانا له صلى الله عليه وسلم أنا كيف يمكن أن أتربى إلا إذا جئت بهوايا هذا فجعلت تحت ميزان الشر النبوي على يد وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أستطيع أن أحصي المنافع وأميز بين النافع وبين الضار لي في حياتي من تلقاء نفسي وإلا فما فائدة المشيخة وما فائدة النبوة إلا أن تكون سببا لهذه التربية وهذه التزكية جميل جدا سيدي ورد تساؤل هل تنطبق هذه الآداب والقيم والمثل العليا التي ذكرت من بعض نماذج منها سيدنا ثابت رضي الله عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في خفض الصوت والتأدب التام مع النبي صلى الله عليه وسلم هل تنطبق مثل هذه المعاني أو يصح أن نطبقها بين الطالب والمريد مع شيخي في لا شك لا شك لأننا نرى أن هذا خليفة رسول الله أن هذا وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن صاحب النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم لا يقاس به شيء ولا يقاس به أحد ولا ينزل بنزلته أحد وإنما أنا لما أتأدب مع العالم لأنه على كرسي رسول الله فأنا في الحقيقة أتأدب مع من؟ مع رسول الله ولما أتأدب مع رسول الله فأنا في الحقيقة أتأدب مع الذي أرسله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هؤلاء ورثتي فنحن نتأدب معهم باعتبار أن لهم نسبة الوراثة ثم أشار إلى معنى صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله من أصى الأمير فقد أصاني ومن أصاني فقد أصى الله هذا في الحديث فكيف صارت طاعة هذا الأمير هي عين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في مكان كان ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه نيابة في غزو أو في سرية أو في غيرها في سفر فكيف بالنيابة في العلم وفي التربية لا شك أنها تلحق بهذا المعنى جميل جدا أعوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أعزائنا المشاهدين دعوة إلى العودة إلى الأدب فاصل قصير ونواصل بعده حلقة بصائر ابقوا معنا عدنا لكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من بصائر عنوانها الشيخ المربي سيدي الشيخ دعونا نضع النقاط على الحروف ذكرتم فوائد التزكية وذكرتم الشيخ المربي أنقل لكم واقع الآن الطالب في مراحل عمره الأولى يريد أن يتفرغ للعلم الشرعي يدخل المدرسة الابتدائية ليطلب العلم الشرعي جدلا ثم يدخل للمرحلة المتوسطة يتبدل عليه الشيخ تماما ثم إلى الثانوية يتبدل عليه الشيخ جدد وإنما هو يحفظ فقط يحفظ متون أو كتب إلى المرحلة الجامعية إلى الدراسات العلية المجلس سير ثم الدكتوراه اختلاف الوجوه واختلاف المدارس واختلاف المشارب هذا هو الواقع تعليقكم سيدة على مثل هذا هذا واقع نظام التعليم الأكاديمي الذي غير منظومة منهج الحركة العلمية الشرعية عندنا في العالم الإسلامي لأنه هو أسلوب منقول من مجتمعات لم تكن ترائي هذه الفكرة لكن مع ذلك حتى من كان يمضي في هذه النماذج الأكاديمية التعليمية لابد أن يكون يراعي فكرة الارتباط بشيخ يربيه يرجع إليه في سلوكه يرجع إليه في ما يشكل عليه يعني الآن عندما يشكل على التلميذ إشكالية معنوية في سلوكه هو لا يميز هل هذا عنده فيه رياء أو عنده فيه إخلاص هناك دقائق بسيطة لا يستطيع أن يميزها التلميذ إلا بمرجعية إلى شيخ مثلا أذكر لك مثالا لما بدأت في سن مبكر بدأت في مجال التصدر للدعوة والتدريس في بعض المجالس في أول بداية الأمر فشعرت بإشكال قلت الآن أنا صرت فرح بهذه الصدارة شاب عمره عشرين سنة يتصدر وعنده تلاميذ صار تلاميذ هؤلاء يكثرون صرت شيخ فجأة هكذا شاب صغير صرت شيخ صار الناس يقدموني صار لي مكانة بعض الناس بدأت أشعر بأن فيه إشكال يعني حب الرئاسة حب التصدر حب التبعية هذا أمر ما يستطيع الإنسان أن يخرج عنه لابد إذا من مرجعها رجعت إلى شيخ الحبيب عبدالقادر السقاف رحمه الله تعالى جئت إليه أشتكي من مسألة قلت له ياهو يا سيدي أنا أشعر بأن عندي شهوة للكلام أحب يعني أتكلم في المجالس تعود إذا جئت مجلس أتوقع أنني سأتكلم وأسأل وقدم للخطابة وكذا فأخاف على نفسي أن يكون عندي شهوة الكلام فما فائدة الكلام إذا كان بشهوة أنا أريد أن أصل إلى الله ما أريد أن أكون صاحب شهرة ومشهور في النهاية قال لي يا ولدي والسكوت يكون بشهوة أحيانا السكوت يكون بشهوة أحيانا راجع نفسك يعني قف مع نفسك الكلمة هذه أوقفتني الآن كم عشرين سنة لها هذه الكلمة وأكثر وهذه الكلمة ترن في ذهني أنه لا راجع نفسك في السكوت وفي الكلام هناك معيار هناك ميزان شكوت قريب من هذا الكلام ذكرته قبل ذلك في بداية ما كنت أقرأ وبدأت أتكلم مع بعض الشباب فسألت بعض المشايخ أستاذنا وشيخنا حبيب أبو بكر المشهور فسألت وقلت له يعني أنا حسيت بأنه الدعوة والكلام هذا يعني سيدخلني إلى شبهات ورياء وحب الشهرة هذه الأشياء اللي يتكلموا عنها رجال التربية وأنا ما أريد الدخول في هذه الأشياء وأنا حسيت أن هذه الأمراض موجودة فيها فأبغى وقف ما أبغى تصدر وأدرس وكذا إليه ما أتطهر قال يا ولدي قم وأنت مرائي نبغاك مرائي واشتغل اشتغل وأنت مرائي قم اشتغل وروح تكلم علم الناس لا تخلي هذا الوازع هذا شيطان وسوسة أيوة طهر نفسك وأنت تدعو إلى الله أما أنك تبغى تترك الدعوة إلى الله لأنك خايف من وسواس الرياء أنت خلاص أعطيت الشيطان مبتغاه أنه خلاك تبطل في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير فلما يكون الإنسان ما عنده شيخ أو ما عنده أحد يرجع إليه من أهل التزكية في مثل هذه الدقائق وما هو أدق من ذلك كيف يسلك في حياته قد يمشي في حياته وهو صاحب حب شهرة ويمشي سنوات طويلة ويصير شيخ كبير ومشهور يمكن رجل في الإعلام تصفق له الناس كلها وهو حامل رياء أو حامل عجب وما يدري عن نفسه ما وجد من يربيه هذا هو الإشكال الإنسان ينبغي له هو أن يبحث كان السابقين يبحثون يا أخي أبي بكر كان السابقين يبحثون كان التلميذ يذهب يستخير الله ويبكي ويصلي ويقول يا رب سخر لي شيخا يقربني إليك وكان يدعون بعض قال اللهم دلني على من يدلني عليك اللهم عرفني بمن يعرفني بك الإنسان محتاج إلى هذا الذي يأخذ بيده في الطريق إلى الله فهي مسؤولية مسؤولية كل سامع يسمعنا الآن تريد القرب من الله تريد الوصول يعني نتكلم عن من يريد أن يبلغ مراتب نسمعها في حياة صحابة رسول الله نسمعها في حياة السلف الصالح إلى أين وصلوا تريد أن تصل إلى هذه المراتب ليس الأمر بأنك تقرأ كتاب وتمشي وتمتلك سجادة وتقوم لا هذا سلوك هذا طريق يحتاج إلى شيخ مربي استخير الله ادعو ربك سافر من بلاد إلى بلاد اسأل من هم الشيوخ الموجودين من رجال التربية الموثوق فيهم العلماء اذهب إليهم واستخير الله حتى تصل إليه سؤال دائما يسأل عنه الناس كيف أعرف هذا الشيخ وكيف أصل إلى هذا الشيخ هذه مسألة طبعا طويلة فيها شرح جميل جدا سيدي من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه غلب خطأه على صوابه الغالب الأعم المتصدر للمشهد حاليا المشهد الدعوي الإعلامي أغلبه من الأسف من لم يتربوا على شيوخ مزكين ما أثر هذا على عامة الناس على الأمة على السواد الأعظم من الأمة يعني ما نحب أن نعمم ولكن هذه مشكلة هي موجودة سواء الذي في الإعلام أو الذي في المدارس أو الذي في الجامعات هذه مشكلة موجودة عندنا للأسف في قلة الاتصال بشيوخ التربية الأثر هذا الذي نراه نحن اليوم الذي نراه أن الإنسان لا يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل وربما استخدم الدين بأسلوب سيء ربما بإسم الدين ضرب وبإسم الدين كفر وبإسم الدين أساء وربما بإسم الدين اختلس ويقول الضرورات وبيح المحضورات الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات فربما احتالت عليه نفسه ربما غلب عليه هواه أو غلبته شهوته من خلال هذه الأفكار وهو لا يدري ولا يسأله من يدله أو من يرجعه أو من يأخذ بيده فصرنا أصلا البارحة كنت أتكلم مع بعض المدراء في قناة من القنوات الدينية فكنت أقول له نحن عندنا هذا الإشكال نحن اليوم في زمان على قول النجوم يعني اليوم صارت الفكرة فكرة النجومية هناك شيوخ هذا الذي بارز في الإعلام اللي ما شاء الله ما يبرز الآن نحن ما شاء الله في الاستوديو هنا وأنا أتكلم بلا باقة وتقعد تقدم لي وعندنا إضاءات ومهيئين أنفسنا هذا اللي موجود قدام الناس في الاستوديو ونجم الناس تسمع منه ثم بعد ذلك هو تصير كل شيء هو الشيخ وهو الموجه وهو والناس ترجع إلى النجم في كل شيء وهو الناس لا تعرف حياته المشيخ صحبة المشيخ صحبة إيش معنى صحبة يعني علاقة حتى أن في بعض المشايخ يلزم تلميذه بشيء من العهد الذي بينه وبينه أن يلازمه وهذا العهد قالوا هو سند إلى عندي بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه على السمع والطاعة لأن يعطيه عهدا بأن يلتزمه وأن يسمع كلامه وأن يمتثل أمره حتى يوصله فإذا رآه الآن تهيى يقوله الآن أنت يعني خلاص أو وصلت إلى ما أردتك أن تصل إليه والآن اذهب فانفع الناس فلنحن في حاجة إلى العود في التفتيش على هذا النموذج وهم قليل هم قليل في زماننا هم قليل جدا يعني هم نادرون السؤال الذي طرحته كيف نعرفهم الآن المشاهدين قد يتساءلون وقد ذكرتم حببتم الناس بأسلوب عجيب في هؤلاء الشيوخ القليل كيف نعرف هؤلاء القليل الأول شيء البحث عن هؤلاء كثير منهم هم أصلا لا يميلون أصلا إلى الشهرة تجده عالم مستقيم ابحث عنهم في بلدك اسأل من هم العلماء الموجودون في بلدك اذهب إلى العلماء فاسأل هؤلاء العلماء من المشهور في هذه البلد بالتربية وبالتزكية وعنده سند في ذلك وهو مأذون له في ذلك اسأل واذهب إليه واستخر ربك فإذا انشرح صدرك بعد الاستخارة أن تلازمه فتعال وقل له أنا أريد أن أتربى عندك وأن تأخذ بيدي في الطريق إلى الله طبعا مع ذلك الشروط الأربعة التي ذكرناها في الحلقة الماضية اللي لم بغي هو لشوفها هي موجودة في هذا الشيخ أو غير موجودة في هذا الشيخ هل يطمئن قلبك إليه اطمأنينة القرب من الله أو لا يطمئن قلبك وأنت بين يديه يقولون عبارة مشهورة جدا يقولون من صدق من صدق في طلب الشيخ وجده على باب بيته من صدق في طلب الشيخ وجده على باب بيته إذا فعلا أنت لك غرض في القرب من الله وتريد من يربيك ويوجهك بصدق سيسخر الله سبحانه وتعالى ذلك وسيوصلك إلى من يوصلك إليه التساؤل الأخير سيدي والموضوع شيق وممتع بالفعل التساؤل طرحته في أول الحلقة الماضية في أول موضوع الشيخ المربي من المفترض أنني هنا أتكلم بلسان الجمهور وبلسان الأمة وبلسان الشباب والفتيات الناظر في واقع الأمة اليوم وأنا يعني أخبرك من واقع النماذج التي تتخذها الأمة قدوات هم اللاعبون الفنانون المغنون وهم بإذن الله على خير نحن لا نتهمهم بلس كلهم على خير منهم هكذا ومنهم هكذا صحيح كيف يمكن إعادة هؤلاء إلى نموذج القدوات الحقيقية في دقيقة إذا أراد العبد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يبحث عن الناس المرضيين عند الله سبحانه وتعالى المرضيين عند الله هم المستقيمون على منهج رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسألة مهمة جدا نشكر آباءنا على ما نفعون به من محبة العلماء والصالحين يعني كنت وأنا طفل صغير أذهب مع والدي والدي يصحبني إلى عند الشيخ فلان إلى عند الشيخ فلان ويقول لي تعال قبل رأس هذا الشيخ قبل يده هذا الشيخ من الصالحين من العلماء أطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك تعال اقرأ الفاتحة بين يدي هذا الشيخ حتى تحصل لك البركة في صلتك به وفي سند قراءة الفاتحة عليه يبدأ الإنسان تنشأ عنده هذه الرغبة في أن هؤلاء هم القدوة نحن اليوم نهمل أن نصنع فكرة القدوة عند الجيل وعند أولادنا فإذا انبهروا بصور هؤلاء الناس نشتكي بعد ذلك نحن ينبغي لنا أن نصنع هذه الشهرة ونعرف أن النجوم الحقيقية يقول الشاعر أمرتقب النجوم من السماء نجوم الأرض أبهروا في الضياء فقال تلك تظهر حينا ثم تخفى وقال في نجوم الأرض هذه لا تكدروا بالخفاء الأرض فيها نجوم من أهل الله سبحانه وتعالى من الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أويس القرن مجهول في أهل الأرض معروف أو مشهور في أهل السماء لن تعدم الأرض ولن تعدم بلاد من وجود هذا النوع من الرجال ومن الصالحين نبحث عنهم بكشاف المحبة والرغبة والصدق سنصل إليهم إذن لن تعدم الأرض ولن تعدم بلدان المسلمين من وجود مشايخ تربي حقيقيين والواجب علينا أن نجتهد وأن نخلص النية في البحث عنهم وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي هذه نهاية حلقة الشيخ المربي قد وافتكم نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بعناوين هذه الحلقة ومحاورها إلى لقاء مرتقب في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته